بمعنى آخر ما هي الفرص التي سنحت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تسنح للمسيح الماصري في ظهور الأخلاق كلام الإمامي إمام الكلام يقول المسيح المعود عليه الصلاة والسلام بهذا الصدد ما تعريبه هذه ألفاظ معربة ومترجمة وليست من ألفاظه العربية البليغة التي عادة يكتبها العدل والإيمان يقتضيان ضرورة الاعتراف بفشل المسيح تماما مقابل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفرص التي سنحت للنبي صلى الله عليه وسلم لم تسنح للمسيح عليه السلام وهذا من سوء حظه لذلك لا يمكن أن يعدى المسيح نموذجا كاملا إن لتكميل إيمان الإنسان جانبين أولا يجب أن نرى كيفية علاقته بالله حين يكون عرضة للمصائب والمعاناة هل يرضى برضى الله مع تلك المصائب أيضا بقلب منشرح وبالصدق والإخلاص والمثابرة والوفاء الكامل ويحمده ويثني عليه أم يشكو ويتذمر وثانيا عندما ينال العوجة ويحظى بالتقدم والازدهار هل ينسى الله بعد حيازة السلطة والتقدم ويحدث في حالته تغيرا جديرا بالاعتراض أو يبقى على علاقة بالله كما كان ويحمده ويثني عليه ويعفو عن عدائه ويحسن إليهم ويثبت رحابة صدره وسعة قلبه فمثلا إذا ضرب أحد شخصا ولا يقدر المضروب على معاقبته وأخذ ثأره ثم يقول انظروا لم أقل المسيح إلي شيئا فهذا لا يدل على الأخلاق ولا يمكن أن نسميه حلما أو تجلدا لأنه لا يملك قدرة أصلا بل حالته أنه يكاد يبكي ولو شتمه أحد فهذا يعني أنه عاجز عن ستر عيبه فما علاقة ذلك بالأخلاق والحلم هذا هو حال أخلاق المسيح عليه السلام لو وجد سلطة وكان قادرا على الانتقام من أعدائه ثم أحبهم وعفى عن أخطائهم لا اعترفنا بلا شك أنه أظهر أخلاقه الفاضلة ولكن لما لم تسنح له الفرصة أصلا فإن اعتباره نموذجا للأخلاق وقاحة صريح الأخلاق لا تظهر للعيان ما لم يتبين كلا الجانبين منها ثم انظروا مقابله إلى سيرة نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم فالصبر الذي أبداه واضح جلي حين أخرجه أهل مكة بعد أن آذوه إلى ثلاثة عشر عاما أصناف الإذاء وصبوا على أصحابه أيضا أبشع المصائب التي تخشعر لهولها الأبدال أستاذ سميم لأننا وصلنا إلى هذا السؤال والجواب إن شاء الله سنبدأ به غدا لأنه مهم جدا جدا ولكن انتهى الوقت معنا تواصلوا معنا عبر العناوين التالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر